اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا الرجل جامع زوجته في ليل رمضان واستيقظ على جنابة فهل يبطل صومه؟ السلام عليكم مشاهدين الكرام إن زوجتك يا عبد الله هي سندك في أمور الدين والحياة قال رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى من والاه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة اللهم إنا نسألك صلاح أزواجنا وصلاح ذرياتنا اللهم آمين يبين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن الدنيا كلها متاع وخير هذا المتاع الزوجة الصالحة والله عز وجل يبين في كتابه الكريم أن من دعاء أهل الإيمان من عباد الرحمن الحصول على الزوجة والذرية الصالحة قال ربنا عز وجل في معرض الحديث عن صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقد أحل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الزواج والجماع في أي وقت شاء الزوجان ذلك وذلك في غير رمضان لكن في شهر رمضان المبارك نهى الله عز وجل عن الجماع أثناء نهار رمضان وهو في وقت الصيام لأن الجماع نهارا من مبطلات الصيام وذلك لأن شهر رمضان المبارك هو من الأشهر التي فضلها الله تبارك وتعالى فهذا الشهر الكريم المبارك له فضائل وخصائص تميزه عن غيره من الشهور فهو شهر الصدقات والإحسان وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه الزلات وتكثر فيه السيئات شهر يجود الله عز وجل فيه على عباده بأنواع الكرامات والرحمات ويجزل فيه لأوليائه العطيات عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم قال هذا شهر رمضان جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين وعلى المسلم أن يستغل شهر رمضان في التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة للفوز بالأجر العظيم ومن فضائل هذا الشهر المبارك شعور الصائم بنعم الله سبحانه وتعالى كما يصل به إلى التقوى نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين فصيام رمضان يهدف إلى تجديد النية وتنقيتها مما علق بها واحتساب هذه النية عند الله عز وجل يزيد الأجر ويرفعه ويعظمه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعلى كل زوجين اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء في الجائز والمحرم ولكن هناك أمر يتساءل فيه المتزوجون المسلمون فيقول رجل إنه في ليل رمضان جامع زوجته قال نمت وأنا على جنابة بعد الجماع ثم استيقظت بعد طلوع الشمس ثم اغتسلت بعد طلوع الشمس وأتممت الصيام فهل صيام صحيح أم صيام باطل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج في أن يصبح المرء جنبا وهو صائم لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما عن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي قد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم وذلك لأن النهي إنما هو عن الجماع بعد طلوع الفجر وبعد إمساك الصائم فأما آثاره من بقاء الجنابة فلا تضر الصيام كما لا يتأثر الصيام بوقوع الاحتلام في نهار رمضان ولكن الأفضل للزوجين الصائمين أن يتطهر من الجنابة قبل طلوع الفجر إذا أمكن ذلك ولا حرج عليهما إن شاء الله تعالى إذا أخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر وقال ابن باز رحمه الله إنه ما دام الزوج بعد الجماع كان ناويا الصيام فإن صومه صحيح إذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ولوما تسحر صومه صحيح وهو على نية الصوم وليس من شرط الصوم السحور ولكنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بشرط وعليه أن يبادر بالصلاة إذا استيقظ فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في بعض أسفاره نام عن الصلاة هو وأصحابه رضي الله عنهم فلم يستيقظوا إلا بعدما ضربتهم الشمس فقام صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وتوضأوا وتحولوا عن مكانهم بعض الشيء وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحال لذا فالرجل يصلي في وقت الصلاة يصلي بهم ويقرأ ويجهر ويؤذن ويقيم ويصلي الراتبة مثل ما كان يصلي في وقتها سواء بسواء والصوم صحيح وليس عليه كفارة لأن هذا ليس باختياره الله أخذ بنفسه حتى ردها عليه سبحانه وتعالى وقال الشيخ الصالح الكرباسي إنه لو حصلت الجنابة قبل الفجر سواء بالجماع أو الاستمناء أو الاحتلام فعلى الجنوب الاغتسال أو التيمم بدل الغسل ويكون صومه صحيحا بإذن الله تعالى أما لو تعمد عدم الاغتسال حتى طلع الفجر فصيامه باطل لكن عليه الإمساك عن المفطرات حتى المغرب وذلك لحرمة نهار رمضان أما لو احتلم في الليل ولم يستيقظ من نومه إلا بعد طلوع الفجر فصومه صحيح ولا شيء عليه سوى الغسل للصلاة كما هو واضح أما لو حصلت الجنابة في النهار فإن حصلت بفعل عمدي كالجماع أو الاستمناء فالصوم باطل ولكن يجب الإمساك عن المفطرات حتى الغروب كما يجب عليه القضاء والكثارة أيضا وإن حصلت الجنابة بدون اختياره وإرادته كما لو حصلت حال النوم بسبب الاحتلام في نهار شهر رمضان فالصوم صحيح ولا شيء عليه وأما المعذور كالمريض الذي يضر به الماء أو فاقد الماء أو من ضاق به الوقت للاغتسال يجب عليه المبادرة بالتيمم بدلا من غسل الجنابة قبل الفجر ثم ليغتسل بعد الفجر أو بعد ارتفاع العذر وصومه يكون صحيحا أما حكم الجماع في صيام النافلة فلا يشترط فيه تبييت النية قبلها كأن يجامع الرجل زوجته قبل الفجر ويستيقظ صباحا ويدرك أن هذا اليوم صيامه سنة كأن يكون يوم عاشراء أو يوافق يوم اثنين أو خميس فهنا يجوز له أن يغتسل ويقول إني صائم فهذا جائز واستدل العلماء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ ذات يوم وسأل عائشة رضي الله عنها ماذا عندنا من طعام فقالت رضي الله عنها ما عندنا من طعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اليوم صائم والجنابة تمنع الإنسان من مباشرة العبادات كالصلاة وقراءة القرآن والطواف بالكعبة وقد بيّن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الصوم وجاء للصائم ووسيلة لطهارته وعفافه وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والصوم يضيق تلك المجاري ويذكر بالله وعظمته فيضعف سلطان الشيطان ويقوى سلطان الإيمان وتكثر بسببه الطاعات من المؤمنين وتقل به المعاصي وفي الصوم فوائد كثيرة غير ما تقدم تظهر للمتأمل من ذوي البصيرة ومنها أنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة وقد اعترف بذلك الكثيرون من الأطباء وعالجوا به كثيرا من الأمراض وقد ورد في فضله وفرضيته آيات وأحاديث كثيرة قال الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة البقرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتِ اللهم أعن على الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن وأعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتقبل منا ربنا صالح الأعمال اللهم ثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى